موسيقى انا عم فكر فيها بين هلين بانه بانه الموضوع اذا طبعا شي بضحك انه نحنا ما منعيش ايك ونطمح انه نعيش احسن انا معك مية بالمية لكن عم وصل لك رسالة عم وصل لك بانه الاشياء اللي نحنا مقتنعين بانه ننفق كل حياتنا من اجله وصرنا مش قادرين نعيش من دونه بالحقيقة مش هي الحياة وبشكل من الاشكال تلاقي حالنا انا وياك مثل ما تلغيرنا صرنا نشتغل ننفق نعيش نسغل اكتر حتى ننفق اكتر حتى ننفق اكتر حتى نعمل اشياء مشاريع ونطمح لقاله وحتى محور صلواتنا اذا الله بحققلك كل شي انت بتصلي فيه اذا انت هلا عندك طلبات اذا انت عندك طلبات اذا الله هلا بيستجيب لكل صلواتك دسالك سؤال شو اللي بتغير عالمك او العالم شيء عجيب بانه محور حياتنا في هذه الايام والمستقبل اسمعني بتقولي بس هيدول مهمين يا اسيس ما عندي شك انه هيدول مهمين لكن مش هيدول هني الاولوية نحنا صرنا حتى حطينا الله اذا ما بيعملنا ايهن بطل الله واذا الله ما بيستجيب منزعل منه ومنخينه منعول مشكل ومنحس انه شها الكنيسة وشها الاسيس شها الرب ما عم بيستجيب صلواتي بعدني عم بحضر على سبعة واربين انش مفروض خمس وخمسين محور حياتي وحياتك هي سمر السؤال كل غصن فيها لا ينتج سمرا طب منيح لي لا على هالها لا ينتج سمر طب ما عم فيه وراء ومنح وعم بدف الناس لا 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 انا ما بيهمني اذا فيه وراء لا انا ما بيهمني انه بعد فيه حيات انا ما بيهمني هده القصص انا بيهمني ان شوف فيه سمر انا الكرمة وانتم الاخصان من يثبت فيه وانا فيه فذاك ينتج سمرا كثيرا فانكم بمعزل عني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا بمعنى ان المعاني هلأ صر تفهم ليش فيه اشخاص عيشي لحاله او لنفسه لانه بالحقيقة غير ثابتة في المسيح قد ما بدك صلي ورنم وعمولة لبدك ايه بس انت عايش لاجل احتياجاتك ولاجل انفاقك ولاجل امورك عراف بانك غير ثابت في الرب ليك شو كمل وقال الكتاب ان كان احد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيا جف ثم تجمع الاغصان الجافة وتطرح في النار فتحترق ما سمعني هلأ صر تفهم ليش فيه مؤمنين جفين تعبنين اعدين بيوتها مكسرين ما عبروا يصلوا ما عبروا يعملوا شيء ما عبروا يعيشوا حياتهم المسيحية غير ثابتين في الرب ما فيه مشاكل في الكنيسة كل كناس فيها مشاكل ووقعت افتكرة غيرت الكنيسة تمزت وووو شو حلو بس لانك ما بتعرف شو فيه انطرلك شهرين ثلاثة قربة بلش تعرف ماذا ايقول قادي ساحب اه اه同يا انتو هنا هاللهي اشكر الله من اجل الناس لكن نفس الوقت يا احبت اذا انت مفتكر بانه المشكلة اللي بتخليك جاف هي كنيسة المشكلة اللي بتخليك جاف خدمة المشكلة اللي بتخليك جاف هي ناس المشكلة اللي بتخليك جاف هي قصص انت غلطان التي اللي بان تخليك تكون جاف وهو انك غير ثابت في الكرمة ما يخلص شجرة تسمر؟ تعرف شو اللي بيعمل بخلي شجرة تسمر في بصحة جيدة. اسمعني اذا كانت شجرة بصحة جيدة ما بدا لاتشد واتعو شي بدا شوية شمس لو الله بدا شوية ماي اللي هي الكلمة وبتلاقي حياتها ملانة بالاسمار. ما بدا شتيني بعد ندفت شمس ندفت ماي اسمعني وتربة جيدة.